السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدسكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 8 من الفصل السادس سنتحدث عن اي طرق الحماية من الالكترو كيميكا الكوروجين أو التآكل الكهرو كيميائي في حقيقة عندي 3 طرق للحماية نمرة واحد اسمها inhibitors اي استخدام مصبتات والمصبتات هي عبارة عنه additions to the electrolyte that prevent migrate the anode or cathode cause polarization and reduce the rate of corrosion هي عبارة عن اضافات في الحقيقة تضاف الى المحلول الذي يمكن ان يسبب عملية التآكل وبالتالي يمنع اي هجرة من وإلى الانود من الانود او من الكاسود مسببا حيود كامل او حيود كبير يؤدي الى تقليل معدل التآكل يعني في منطقة البساطة مثال عليه المية الخضرة اللي احنا بنستخدمها على الايه التي نستخدمها في تبريد السيارة او تبريد الرادياتير لان هذه المادة الخضرة المضافة على المية هي بتعمل كعملية مصبتات وتؤكد هذا الموضوع النوع الثاني سيكريفايك الانود يعني ايه سيكريفايك الانود؟ يعني الانود المضحك وده في الحقيقة بيجي الزاد هو عبارة عن كاسودك بورتكشن باي هويتش مور انودك ماتيريال اس كونيكتد الكتريكالي توزا ماتيريال تو بي بورتكتد زى انود كروتز توبرتكت زى ديزاير دي ماتيريال يعني هو عملية حماية للكاسود عن طريق اننا ازود او احط مادة اضافية جنب الانود وبالتالي ومرتبطة كهربيا بالمادة الاساسية وبالتالي تتآكل مضحية بنفسها من اجل حماية المادة الاساسية الطريقة الاخيرة هي باسيب ايشن او عملية تجهيل ودي بريدوسينج سرونج انودك بولارايزيشن بي كوزينج ابرتكتف كوتينج تو فورم انزى انود سيرفيس اند تو زير بي انترابت زى الكتريكال سيركت يعني بيحصل فيه هذه العملية هي عملية اجعل الانود حياة حيوطي ومكامل عن عملية الايه الكروتز ازاي بوسط ان انا اغطيه بمادة تحميم من عملية الكروتز وبالتالي تعمل عملية انترابشن او قطع في الدائرة الكهربية التي تسبب عملية الكروتز تعالى اشوف مع بعض الرسومات اللي قدامنا الرسومات الاولانية دي هي ادي الساكريفايكل انود اللي بيحصل فيها بيحصل اننا بضيف ان عاوز احمي مثلا عاوز احمي هذه المصورة من عملية التأكل فاروح ضايف معاها مادة تانية انود اخر اسمه مثلا ماغنيزيون ومرتبط معها كهربيا او متوصل كهربيا بها هذا الماغنيزيون عندما يتآكل فانه يفقد الالكترونات يعطي الالكترونات فين يعطيها للمادة الاساسية فكلما فقطت المادة الاساسية الالكترونات يعودها الماغنيزيون حتى ينتهي ويفنق اما الطريقة الاخرى فهي برضو يعني بنفس الفكرة وبنفس الكيفية عندي اديس كراب ايرن ايضا متوصل بهذه المصورة عندما يفقد الالكترونات فانها يعود هذه المصورة التي تفقد الالكترونات وبالتالي يحميها من عملية التأكل اشتركوا في القناة